بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولاه المتابع لأداء الحكومة منذ اليوم الأول يجد بوضوح مؤشرات عدم الاستقرار عليها مع إعطاءنا الفرصة الكافية للحكومة ووزراءها لإثبات جدارتهم لكن للأسف وبعد مضي عدة أشهر على تشكيل هذه الحكومة الغير مستقرة نجد نتائج أعمالها تظهر لنا بوضوح وخير دليل على ذلك حادثة جسر الأفنيوز بالأمس اللي بفضل الله وكرمه ولطفه لم يحدث أي أذى بالمقابل نجد الوزيرة وفريقها تاركين أعمال الوزارة وعلاج الخلل فيها ومتجهين لتسويق براءتهم إعلاميا وللعلم هذا المشروع تم توقيعه قبل خمس سنوات ولم يتم الانتهاء منه حتى هذه اللحظة الآن هذا عقد واحد فقط تأخر في إنجازه شلون تبون نثق في هذه الوزيرة في توقيع عشرات العقود الكبرى القادمة هذا البطء في تنفيذ هذا الجسر اللي مسبب قلق وزحام وحوادث متكررة يجعلنا نضع علامات استفهام على هذا المشروع تحديدا والشركة المنفذة له اللي واضح أن الوزارة وفريقها يدارون هذه الشركة وهذا المشروع تحديدا لذلك أنا توجهت اليوم بعدة أسئلة للوزيرة واللي في إجاباتها رح ينكشف للشعب الكويتي قاطبة حجم الخلل اللي تعيشها الوزارة بإدارة هذه الوزيرة الأمر الآخر سوء الطرق وخرابها اللي هو عنوان عريض لسوء إدارة الوزارة وللأسف نجد الوزيرة ما أن يأتي خبر عن تشكيل أو تعديل حكومي نجدها وآلاتها الإعلامية تسارع وتسوق بالتوقيع للعقود مع شركات عالمية لإصلاح الطرق ويمر الوعد